موسيقى احترقت شغلي يعني هاي نقطة واد مهمة في حياتي ومبلد ما انا قابل ما سويتها ولا سويتها حين اعتقد ان الوقت كان صح وصلت لمرحلة خلاص ما اقدر اعطي الشغلي الاساسي اللي يبي فما قدرت اجمع بينهم فهني القرار وايد صعب كان شغل راتب مضمون او اشتغل وطلع مدخولي الاساسي من هوايتي وشيء يعني طب انا خوف بس توكلنا على الله ورحنا سويناها اعتقد ان تسوي اللي تحبه يكون تبدع فيها اكثر الفان طبعا ما لازم يكون موجود يعني عشان انت تكون بروفيشنال في شيء تصوير ولا نجارة ولا اي ان كان اذا ما كنت موهوب وفنان ما بتكون بروفيشنال في شغلك الناس تشتري من عندك انا شغلك حلو طبعا انا احض خمسين في المئة ان شغلتي احبها هوايتي والخمسين في المئة الثاني ان مدخولي الناس يقولون لك اي اح انت بروحك تشتغل يعني على روحتك لكن مو على روحتي مو اقدر مستحيل تضطر يعني ان تشتغل مو ثمان ساعات مثل ما تشتغل قابل لا 16 ساعات وصلها غير غير تفكر بكرة ايش بتساوي النجاح الشر يكون اوكي اه صورة حلوة اللي الناس بيونك يمتحون فيها صورة حلوة ولا اللي واحد يتقدها ان الصورة ذي حلوة لكن اشلون ايش حقق نجاح فيها من ناحية شخصية كهواية اوكي بس من ناحية تجارية لازم تكون حققت قيمتها يعني وتحصل اللي قادر قيمتها والتعب اللي فيها